وقع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة والمدير المساعد لهيئة الترويج للإستثمار بهونغ كونغ جيمي تشاينغ مذكرة تفاهم بغير تشجيع زيادة حرقة الاستثمار بين الجانبين وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات على هامشي قمة الحزام والطريقة تم الاتفاق خلال مرسم توقيع مذكرة التفاهم على تنظيم زيارات لممثل الشركات المالية والصناعية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرات اللغة إلى مصر لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع والتعرف على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط بعد قرار الحكومة الروسية بدراسة فرض حاضر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برينتي بنسبة 1.8% لتصل إلى 93 دولار و93 سنة للبرميل كما قفزت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% لتصل إلى 90 دولار و77 سنة للبرميل وارتفعت أسعار المزود عالميا بنسبة 1.3% لتصل إلى 3 دولار و33 سنة للتر كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.25% لتصل إلى دولارين وثمانية سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرد بقيمة مليار و300 مليون دولار لتعزيز قدراتها على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمراقة وقالت مديرات صندوق أن القرد يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق مرجحة أن تنتهي الدراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريبا قبل بدء الاجتماعات السنوية ويحصل المغرب أيضا على خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تمت الموافقة عليه في إبريل الماضي بهدف تعزيز قدراتها على الوقاية من الأزمات اتفقت زنبيا والصين على استخدام عملاتهم المحليتين في التبادل التجاري وتمويل الاستثمارات الثنائية في إجراء يهدف إلى خفض تكاليف الصرفة وفي بين المشترك على هامس الزيارة التي أقام بها الرئيس الزنبي إلى الصين أعلنت لوساكا والصين رفع علاقاتهم الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز تعاونهما في مجال التنقيب عن المعادن وتستثمر بكين أكثر من 11.3 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في لوساكا بين عامين 2014 و2023 كجزء من مبادرة طريق الحرير كما تستعب الصين نحو 20% من صادرات زنبيا قرر البنك المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% من 12% إلى 13% للمرة الثالثة على التوالي في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل وأضح البنك أنه نتيجة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة وتراجع الروبل كان من الضروري اللجوء لتجديد السياسة النقدية للمرة الثالثة في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12% إلى 13% وتهدف هذه الخطوة أيضاً لوقف تراجع سعر صرف الروبل الروسي الذي يبقى رغم الجهود الحكومية عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار ومنذ أسابيع عدة ترافق انهيار العملة المحلية الروسية مع عودة التضخم الذي سجل زيادة تقدر بـ 5.5% في شهر أغسطس يضاف ذلك إلى التكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجعاً في مستوى معيشتهم ويعود ذلك خصوصاً إلى التراجع الكبير في إرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على ماسكو في مجال الطاقة ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 يوليو وثانية في منتصف أغسطس الماضي إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية في مقابل الدولار واليورو وبلغ سعر دولار 96.5 روبل واليورو 102.8 روبل وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس من عام 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت لاقتصاد الروسي رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الوقت نفسه أكد المصرف المركزي الروسي أن عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4% يتطلب إبقاء قيود نقضية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة